مرورا بالنمسا دبط طيار هرب ثلاثة لاجئين عراقيين الى المانيا احنا كده دلوقتي في تطور كبير جدا في موضوع تهريب البشر دلوقتي بعد ما كان عن طريق الغبات والزوارق المطاطية دلوقتي فيه اهو وانت مرتاح في الطيارة ممكن يتم عملية التهريب عن طريق الطيران وان كانت يعني هناك يعني تجديد دلوقتي اعتقد الموضوع ده لن يمر مرور الكرام وبيقولك ده هو وقت تصريح من بلغاريا مرورا بالمجر النمسا غير ما وصل المانيا وهرب معاه ثلاثة من العرقيين وان كان فيهم واحد اي رأيك في الطريقة الجديدة دي يا سيدي الكريم صراحة ترفع لهم القبعة شوف سيدي الكريم الحرية الحرية والبحث عن الحياة الكريمة هي حق لكل إنسان موجود على هذه الأرض بصراحة أنا هذا الخبر يعني ارتأيت أنه كان يجب يعني أن يستعرض والذي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط والذي هنا مراسلها الأستاذ أسامة نصحي وأوجه له تحية بصراحة على هذا الخبر الرائع بصراحة والذي هو كان نقلا عن الوكالة الذي هو يعني مراسلها أنا في النمسا شوف سيدي الكريم شوف سيدي الكريم البحث عن الحياة ليست جريمة اللجوء ليست جريمة أنا لماذا هذه الحالة استعرضت يعني طائرة طائرة سيسنا التي طائرة سيسنا 157 أعتقد حتى تراز الطائرة تحديدا من بلغاريا انطلقت وصولا إلى ألمانيا نزلت في ألمانيا والأشخاص وصلوا إلى ألمانيا لا أعلم إذا كان عندهم حظوظ للحصول على حق اللجوء في ألمانيا أم سيتم إعادتهم إلى بلغاريا باعتبار أنهم كانوا في بلغاريا سنشاهد بصراحة سيتم بحث هذا الأمر ولكن يا سيدي الكريم هذه الجرأة التي فعليا قام بها هؤلاء الشبان بهذه الطريقة للوصول إلى أوروبا الوصول إلى ألمانيا بصراحة تستحق الاحترام والتقدير فقط لأنهم يبذلون الغالي والرخيص بحثا عن حياتهم بحثا عن حريتهم بحثا عن أن يجدوا أنفسهم اختلفنا اتفقنا وزير الداخلية عجبوا ما عجبوا بألمانيا عجبوا ما عجبوا هذول الأشخاص نحن نبحث عن الحياة وهدول يحطوا نفسهم برحلة خطيرة للغاية يعني هذه الطائرة سيد الكريم للعلم هي غير مجهزة للرحلات طويلة الأمد طويلة مدعف هذه الطائرة تنزل بهبوط اضطراري لأن الوقود اللي بتحمله يعني ما بيقدر يكفيها وهي سرعة وسرعة هاي الطائرة يعني بأحسن حالاتها 250 كيلو متر بالساعة يعني ما يعادل 200 ميل على الأرض يعني مثل سيارة 250 يعني ليست ليست بهذه السرعة الفائقة وأيضا يعني خزان وقودها هو الجناح يعني أتمنى لو تحطوا الصورة ويحطونا الصورة شوي للشباب اللي عم على الكنترول أنه هاي الطائرة فعليا هاي الطيارة فعليا الوقود عندها الوقود عندها بالضبط هو موجود بهالجناح مثل مظاهر أمامكم على الصورة خزان للوقود على الجناح يعني فبالتالي ما بيحمل هالكميات الكبيرة فيه جزء بسيط من خزان الوقود أحيانا بيكون بأسفل الطائرة يعني أسفل الطائرة شوي ممكن يكون فيه مجال فبالتالي رحلة خطيرة ترفع القبعة لمن قام بهذه الرحلة بصراحة وفيه واحد شخص هرب وحتى هاي الطائرات يعني هاي الطائرات ما بتنزل بمطارات رسمية إلى مطارات خاصة صغيرة بتكون يعني ضمن داخلية داخلية يعني حتى أقل من داخلية مطارات الهوايات يسموها يعني الهوبي بالضبط فبالتالي فبالتالي بصراحة يعني نتمنى لهم السلامة وطبعا لا ندعو أحد لأن يقوم بهذه التجربة لأنه فعلا ممكن أن تكون تجربة خطيرة لغاية حتى هاي الطائرة سيد الكريم يعني غير مهيئة طير ست سبع اثمان ساعات متواصل يعني أجهزة ومحركة غير مهيئين للطيران لفترات طويلة والرحلة من بلغاريا من بلغاريا مرورا بالمقر برومانيا حتى صح لا مقر على طول بلغاريا رومانيا بلغاريا المقر بلغاريا مقر فموضوع ليس بالسهل أبدا بصراحة ويحتاج 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 إلى فعلا يعني إلى جرأة 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 متناهية متناهية للغاية حتى يستطيعوا يعني لا بدون يمر برومانيا سيد الكريم أو حتى ممكن بلغاريا رومانيا المجر النمسا ميونيخ عندك مسافة لا تقل عن 3000 يعني كيلو متر تقريبا المسافة المقطوعة يعني بصراحة المفضوع ليس سهل يعني انت بتحيل فكرة لكن ما بتطلبش بتكرارها لا أكيد لأنه طالب بتكرارها نحن نحن نناقش الحالة حالة الحرية حالة البحث عن الحياة التي فعليا غامر وقام بها هؤلاء العراقي ترجمة نانسي قنقر